السلام عليكم الثحالف العربي يأثرت صاروخا باليستيا أطلقت تجاه مدينة نجران بالسعودية إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك وإذا كنت من المشترك لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو أعلنت الثحالف العربي يوم السبت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه أنصار الله اليمنية أطلقته أنصار الله اليمنية تجاه مدينة نجران السعودية وقال الثحالف في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي إن المحاولات العدائية للحوتيين أنصار الله لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وعبثية وأكد الثحالف أنه شن عملية عسكرية لتدمير مواقع عسكرية بمحافظة الجوف اليمنية تستخدمها جماعة أنصار الله في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة وأضاف الثحالف أن عملية الاستهداف شملت منصة لإطلاق طائرات مسيرة وعربات إسناد ومشغلين فيما أكدت قناة المتيرة الثابعة لأنصار الله أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفا عسكريا بدقة وثقود السعودية منذ مارس أدار عام 2015 ثحالفا عسكريا مع دول عربية وإسلامية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في سعية لاستعادة العاصمة الصنعاء ومناطق واسعة في اليمن سيطرت عليها أنصار الله أواخر 2014 في المقابل تنفذ أنصار الله هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستياء وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن وداخل الأراضي المملكة في الأخير إذا كنتم من المهتمبين النوعيين من الأخبار لا تنسوا للشراك لتتوصلوا بالجديد وشكرا